هناء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن وخلال التهنية أكد مدبولي أن هذه المناسبة ستظل دائما تذكرنا بنصر أكتوبر المجيد الذي قدم خلاله أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداء للوطن وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة وتعهد مدبولي بمواصلة الحكومة بدل قصار جهودها من أجل تحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد تحت قيادة الرئيس السيسي كما بعث مدبولي برقية تهنئة الوزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام لقوات المسلحة الفريق أول محمد داكي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء معربا عن تمنياته لجميع رجال قوات المسلحة البواسل بالتوفيق والسداد من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد